تخوض جبهة الشرعية معركة موازية في جينيف عنوانها الأبرز الانتهاكات متعدة الأبعاد لحقوق الإنسان اليمني على يد الإنقلابيين وسط مواجهة شرسة مع مزوري الحقائق من أنصار الإنقلاب فعلى هامش الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان والمنعقد حاليا في جينيف يشارك تحالف واسع من الناشطين في مجال حقوق الإنسان في الندوات وورش العمل التي تجمعهم في الغالب مع نشطاء دوليين وناشطين يعملون لحساب الأجندة الإنقلابية الذين يستغلون هامش الخطأ المسجل في نشاط طيران التحالف للدفاع عن الجرائم والانتهاكات الفضيعة التي يرتكبها تحالف المخروع الصالح والحوثي الإنقلابي بحق اليمنيين منذ أكثر من عامين تتضمن التقارير الموثقة التي تتداولها منظمات يمنية دولية أرقاما مخيفة بشأن المئات من المخفين قصريا والمعتقلين وآلاف القتلى والمصابين وملايين النازحين وعن أعمال التعذيب الممنهج الذي تمارسه الميليشيا في سجون بعضها سري والآخر معلوم ضد المعتقلين وجلهم من السياسين والناشطين والصحفيين والإعلاميين على مدى عامين استهدف الإنقلابيون كل شيء في اليمن الحياة والحرية والكرامة والأفكار وحرية الرأي والإعلام واختطفوا الطفولة في حربهم التي أنتجت خرابا لا مثل له في تاريخ اليمن الحديث ومع ذلك لم يدع الإنقلابيون فرصة إلا واستثمروها لحسم المعركة الحقوقية بما في ذلك تأثيرهم في بعض التقارير التي تقدمها المنظمات الدولية على أنها نتاج جهد ميداني مهني ونزيه في حين أن بعض هذه المعلومات شاءت انتقائية وموجهة وتأثرت بعد محيادية ممثل هذه المنظمات فهل تستطيع جبهة الشرعية التي تمتلك أوراق الرابحة أن تحسيم المعركة الحقوقية في ضوء الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها ولا يزال الإنقلابيون بحثا عن فرصة لاستعادة السلطة ولو ضدا على إرادة اليمنين وكرامتهم